موسيقى والتعمق في هذا المحور الخاص بمرور 100 عام على وعده بالفور وتداعياته وهل فعليا نحن على مقربة من حل النزاع العربي الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية حول كل ذلك نواصل مع ضيفتنا من القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة وينضم معنا من رامالله دكتور سعد نمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت مساء الخير مجددا دكتور سعد أبدأ معك ضيفنا من رامالله يعني 130 كلمة في وعد بالفور كيف كانت بداية الانطلاقة للاحتلال الاسرائيلي وابتلاع الأراضي الفلسطينية مساء الخير لك وللدكتورة أيضا بطرفك ضيفتك وللإخوة المشاهدين والمستمعين يعني وعد بالفور مئة عام على وعد بالفور بس يعني هناك العديد من القضايا المتعلقة والأمور المتعلقة بهذا الوعد هناك على الأقل ثلاث حقائق يجب أن تعرف ويجب أن نذكر بها دائما تتعلق بالعلاقة ما بين الحركة الصهيونية وما بين بريطانيا ومن ثم التي أدت إلى ظهور وعد بالفور الحقيقة الأولى أنه كان هناك حقيقة اضطهاد لليهود وحالة من اللاسامية وتحديدا في أوروبا وأغلبها في أوروبا الشرقية أيضا تحديدا ضد اليهود بشكل عنصري وديني واضح جدا ولكن السؤال الأساسي هنا أن هذه الظاهرة هي ظاهرة أوروبية ففي حين كان يعاني اليهود في أوروبا من حالة اللاسامية كان اليهود في نفس الوقت الذين يعيشون في المنطقة العربية وفي الوطن العربي أيام العثمانيين وما بعد العثمانيين يعيشون بحالة سلامة وآمتام مع الشعوب سواء كان في المغرب أو في تونس أو حتى في مصر في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي كافة الأماكن التي تواجد فيها اليهود كانوا يعيشون باعتبارهم جزء أصيل من هذا الشعب الموجود باختلاف الديانات كما هناك اختلاف الديانات أيضا لدى المسيحيين ولكنهم أيضا كانوا عربا بهذا المجال لذلك لم يكن هناك لاسامية وهي ظاهرة أوروبية فقط محد هذه هي حقيقة الأولى الحقيقة الثانية عندما ظهرت الحركة الصهيونية فهي بداية هي حزب سياسي أو حركة سياسية كانت تحاول أن تحل مشكلة اللاسامية في أوروبا من خلال نقل اليهود خارج أوروبا بدلا من أن تناضل داخلية من أجل تغيير القوانين العنصرية في أوروبا هي سعت إلى إخراج اليهود من أوروبا ومع ذلك لم يكن هناك تأييد واسع للصهيونية من خلال اليهود أنفسهم في أوروبا فلن نذكر أنه حتى العام 1917 عندما صدر وعد بلفور كان هناك فقط 1% من اليهود يؤيدون الحركة الصهيونية وبالتالي الحركة الصهيونية بوجودها بطبيعتها بتعريفها أو كما يقولون بالإنجليزية هي حركة عنصرية فأنت عندما تقول أنني أريد أن أصنع دولة فقط لليهود أنت تتحدث عن حالي عنصرية وأيضا عندما تقول أنني أريد أن أصنع دولة خاصة باليهود ماذا ستفعل بالذين يعيشون في الأرض التي ستقيم عليها هذه الدولة سواء كان في فلسطين أو أي مكان آخر أنت ستسعى لطردهم لإقامة دولة فقط لليهود وبالتالي هي بالتعريف حركة عنصرية أما الحقيقة الثالثة في هذا المجال فهي أن الحركة الصهيونية وبريطانيا في العلاقة هذه قد رأت بريطانيا في الحركة الصهيونية جزء من الحالة الكولونيالية البيضاء التي كانت سائدة في ذلك الوقت والتي شجعت أيضا وجودها بريطانيا باعتبار أن بريطانيا قد قامت حتى ذلك الوقت باحتلال جزء كبير من العالم تحديدا في أفريقيا وفي آسيا وفي عدة أماكن حول العالم وكانت الأمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وبالتالي هي رأت في الحركة الصهيونية جزء من هذه الحالة والحركة الكولونيالية الاستعمارية التي فرضتها في المنطقة والتي أرادت بريطانيا من خلالها أن تحافظ على نفوذها في المنطقة وتمدل نفوذها في المنطقة تحديدا لسيما بعد 1916 عندما أقرت مع فرنسا اتفاقية سايكس بي كوريا تقسيم الوطن العربي نعم طيب نقول أن الحركة الصهيونية ارتباطها بريطانيا ارتباط مصلحي بريطانيا كانت تحافظ على قناة السويس واضح دكتور واضح ولكن هذه الحقيقة الثلاثة التي أشرت إليها وارتباط الحركة الصهيونية بريطانيا الآن يعني الصهيونية ارتبطت بالاستعمار دكتور سعد انتهى الاستعمار فلماذا لم ينتهي الاحتلال طبعا لم ينتهي لأنه أصلا كانت هدف بريطانيا من زرع كيان صهيوني داخل الوطن العربي أن تتحدث عن منع الوطن العربي من التوحد ومن إقامة دولة عربية واحدة منع إمكانية مقاومة الوطن العربي للكولونيالية الاستعمارية البريطانية والفرنسية في ذلك الوقت وإغراق المنطقة بمشكلات داخلية ودعنا نرجع قليلا إلى التاريخ الحديث وليس البعيد منذ أن أسست إسرائيل في العام 48 لم يمر عقد من الزمن لم تدخل فيه إسرائيل حربا كبيرة وأساسية في المنطقة سواء كان في الـ 48 في الـ 56 في الـ 67 في الـ 73 في الـ 82 في لبنان في الـ 2006 في لبنان ومن ثم حروب الـ 2009 حتى الـ 2014 في غزة حروب بشكل مستمر ودائم وعلى كافة الجبهات والأصعدة هي موجودة من أجل التوسع ومن أجل عدم الاستقرار واستمرار على المنطقة أن تبقى تحت النفوذ سواء كان الصيوني من جانب أو تحت النفوذ حتى الغربي الاستعماري وإن كنا قد تخلصنا من الاستعمار عملياً عسكرياً ولكن الاستعمار ما زال موجوداً في منطقتنا بأشكال مختلفة أخرى نعم دكتور النورهان يعني وعد الرئيس الأمريكي بحل هذه القضية طويلة الأمد كما أسماها وقال من الممكن أن تكون صفقة القرن هل برأيك هذا الوعد وهذا التحرك هل يشير إلى أننا ربما نكون على مقربة من حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي؟ يعني لا أعتقد أعتقد أن الوضع الحالي لا يسمح بهذا حكومة نتنياهو للأسف الشديد مواضية قدماً في مسألة الاستيطان وطبعاً جزء منها مسألة القدس الكبرى لكن المشروعات الاستيطانية الحقيقة بتزداد رغم أن كان هناك قرار من مجلس الأمن الدولي في يناير بخصوص مسألة الاستيطان لكن إسرائيل كعدتها بتضرب يعني بهذه القرارات عرض الحقيقة وبتستمر في سياستها يعني أعتقد أن ترامب يعني ليس بالقوة التي يستطيع معها الضغط على إسرائيل بل أنه جاء أساساً وكان متحمساً جداً لدعم إسرائيل وأعتقد تصريحاته ووعوده خلال حملته الانتخابية كافية للتدليل على نواياه يعني الحقيقة كان فيه هناك دعم كبير جداً وحتى أنه بدأ يتحدث عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في سابقة لم تحدث من قبل وبالتالي يعني أعتقد أن ترامب لن يستطيع بأي حال من الأحوال يعني دفع لعملات التسوية أولاً لأنه عنده مشاكل كثيرة في الداخل مع الكونجرس ومع المؤسسات الأخرى الأمريكية الأخرى بالإضافة أنه علاقته بإسرائيل علاقة خاصة جداً وعلاقة تبدو علاقة يعني جيدة جداً وكان البعض أنه لن يستطيع إغضاب إسرائيل الضب نتنياو فلا أعتقد أنه تكون تصريحة تفعال وليس دفعة كبيرة لهذه التسوية يعني لا تعكس أبداً ما كان يعني يتحدث عنه الرئيس الأمريكي في حملتي الانتخابية كل شكر لك دكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة شكراً جزيلاً لك شكراً أيضاً لضيفنا مرام الله دكتور سعد نمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت شكراً جزيلاً لك